مشاهدين الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم وموعد متجدد مع قلوب مصري قلوب مصري النهاردة احنا بنقدم التهنئة لأسرة قناة الصحة والجمال ولأسرة برنامج قلوب مصري ثقة كبيرة وضعتها القناة في أسرة البرنامج وان شاء الله مستمرين بنفس النشاط وبنفس القدر من الحماس ننجز ونخدم وطننا ونبقى صوت الوطن وصوت المواطن خلونا النهاردة نبدأ حلقتنا بباقة ورد بنهديها للسيد المستشار مرتضى منصور مرتضى منصور طول عمرنا بنسمع القنوات بتصدر لنا المشاكل والبرامج الرياضية بتصدر لنا المشاكل ان المستشار مرتضى منصور راجل بتاع مشاكل لأ اللي شفناه من كم يوم بيقول ان السيد المستشار مرتضى منصور فانا بقول السيد المستشار لان فعلا ده قدره عمل حاجة حاجة تبيرة يعني كانوا ده احساسه الوطني واحساسه بلده والمنظر اللي احنا شفناه في دولة قطر مش هقول دولة قطر هقول دولة قطر ولعيبة الزمالك التشيرتات التي دعيتهم مزينة بصورة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقول السيد المستشار بقوله شكرا يا سيد المستشار شفت فريق الزمالك شفته بروح جديدة شفته بسطيل جديد شفته بحماس جديد وهو بيلعب باسم مصر في قطر حاجة كمان عاوز اتكلم فيها بالنسبة للسيد المستشار المستشار مرتضى منصور طول عمره بيتحمل خفاقات نادي الزمالك يعني ما الفريق بيتهزم ولا فيه مباراة بيخفق فيها الزمالك او المدرب لم يحليفه الحظ في التشكيل الفريق بنتكلم بنقول المستشار بوز الدنيا والمستشار تدخل والمستشار والمستشار لكن اللي احنا شفناه وبنشوفه دوقتي على الشاشة ولعيبة الفريق نازلة بتشيرت عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقول السيد المستشار شكرا يا سيد المستشار والف مبروك كاس السوبر بعد 17 سنة يمكن بنفس النتيجة كان فاز على الوداد المغربي من 17 سنة بنفس النتيجة ثلاثة واحد انا بقول له شكرا يا سيد المستشار وهي دروح مصر وهي درج جالة مصر اللي بتحب بلده في حاجة كمان احنا شايفينه وامتابعينه على صفحات الفيس بعض رواد المواقع وصفحات بيعملوا مكرنة ظالمة جدا بيقرنوا من كابتن محمد صلاح اللي بينفس على احسن لعب في العالم مع الفنان محمد رمضان يا جماعة حرام عليكم مينفعش يتحط محمد صلاح اللي اثر في العالم كله واصر في انجلترا عاوزين نشوف شكل محمد صلاح الصورة اللي قدامنا دي كابتن محمد صلاح هو بيزور احدى المدارس الاقتدائية في انجلترا البنت بتبكي وده منظر تاني شايفينه بيساند زو الاعاقة بيلعب وبيرفع من روح واحد من اطفال زو الاعاقة مش معقول هنقارن الكابتن محمد صلاح اللي صحح مفاهيم وخالى الناس تتكلم عن مصر وتتكلم عن العالم وتتكلم عن الاسلام بصورة جميلة ومدير المدرسة زي ما احنا شايفين بيقول ان انا فخور ان يبقى فيه لاعب كدوة زي الكابتن محمد صلاح بيزور المدرسة على النقيد بقى لما نشوفك الفنان محمد رمضان محمد رمضان شايفين منظر منظر مغزي منظر مؤسف محمد رمضان اللي ضيع قيامنا ويمكن ضيع شباب وضيع جيل بحاله بافلامه لغبطة عبده موتى والاسطورة والمنظر رحلة شايفينه يا جماعة حرام عليكم ما ينفحش ان احنا نكرر محمد رمضان بمحمد صلاح محمد رمضان موجود وموجود بصورة يمكن بصورة مزعجة جدا محمد رمضان يمكن المواقف الاخير اللي عمله مع الطيار اشرف يخلينا نقول انك انت استخفيت بالراجل وضيعته مستعباله وضيعته اسرته وخليته مثال سيء يعني انت خليت الراجل الطيار ده قدام نفسه بخجلان من نفسه دي حكت عليه وضللته وفي الاخر خالص بتستخف وتطلع على صفحات الفيز بتستظرف وتستخف بالراجل للراجل اللي ضيع نفسه عشان يرضيك عشان تعمل صورة او تعمل بص لابنك وترضيه لا يا جماعة الموضوع محتاج عادة نظر والموضوع محتاج ان احنا نفكر نفكر في الرموز عادل امام حسين فهم المحمود ياسين الناس دي لما بتنزل الشارع الجماهير بتلتفى حواليها احنا بنقول الكابتن للفنان محمد رمضان بنقوله لسه بادر عليك لما تبقى قدوة وقدوة فعلا الناس تتعلم منك وتعلم المبادئ وتغير في سلوكياتنا خلونا النهاردة نبدأ حلقتنا ونرحب بالحجة عزيز عبدالعليم رئيس جمعية احباب الكريم اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك ونرحب بازميرتنا الاعلامية الاستاذ هدير معروف اهلا لنا استاذ هدير احنا كلمنا على محمد رمضان كمثال كمثال ومعانا الحجة عزيزة كمثال فرق السمم الارض انا بقول فرق السمم الارض من بين محمد رمضان اللي بيعمله في البلد وبضيع قيامنا وبضيع جيل واللي بتعمل الحجة عزيزة في انبابة الحجة عزيزة سفيرة فوق العادة الحجة عزيزة بتعمل الشغل احنا مش جابينا هنا عشان نلمحها او دخل انتخابات لا ده احنا تبعينا الحجة عزيزة وبتشتغل على الارض الواقع شقة ولعت تبنت الموضوع ما سنتش مسؤولين في المحافظة لا الستة مشكورة بفريق العمل بتاعها راحت وتكفلت بالشقة بالمحارة وبالكهرباء وبالسباكة وبالشقة يعني احنا هنشوف هنشوف تقرير دلوقتي عن الحجة عزيزة ياريت نشوف التقرير ده الاول قبل من نبدأ في اي حاجة مشاهدين القرام النهاردة من امبابا امبابا جمعية احباب الكريم امبابا يعني الحجة عزيزة لما نجي نتكلم عن امبابا ونتكلم عن الرموز ونتكلم عن الخدمات يبقى لازم في البداية نتكلم عن الحجة عزيزة الحجة عزيزة عبد العليم واحدة من السيدات والفضليات والمحترمات اللي لها باع طويل في العمل الخدمي في امبابا امبابا حجة اهلا وسهلا بيك ايه كسة الشقة والله الكسة الشقة دي حصل فيها مسكة هربائي والشقة وعلت خالص يعني الحمد لله فعلى ربنا كرمنا دخلنا وجبنا الشقة على الارض وشطبنا تشتي بلوكس والنهاردة ان شاء الله هنفرشها باذن الله تعالى من الجهات اللي تعاونت معك يا الجماعية اللي قامت بيها ولا في حد تاني ساعة فيه احنا معنا صحابنا خارج امبابا هم اللي بيساعدونا في توضيب وفي بعض الناس من داخل امبابا برضو ربنا يجازون خير ناس بسيطة زي حالتنا كده يعني ساعدوا معنا لا انت دي الشقة الوحيدة اللي انت قمت بيها ولا في حاجات تانية انت عملتها في امبابا الحمد لله انا مسكة امبابا كلها فضل الله ارض عزيزة والجزيرة واشتغلت في اولاد علام في الدقي انا مسكة البيوت على جنب فضل الله اقل شواء بمسكها قال لي دوفها بمسكها 20 بيت 30 بيت 50 بيت مع بعض بنشاطة بتشتيب لوكس للشوق كلها الحمد لله لما نيجي نتكلم مع الحاجات اللي بتعملها الحاجة عزيزة والخدمات اللي بتأديها الحاجة عزيزة شنط وتكافل وملابس ومشروع المطاعم الموجودة قدام المدارس واللي في الشارع حاجات كتيرة الدعم للحاجة عزيزة فيه تبرعات بتيجي للجمعية ولا انتشافة دي نزا ما هي كلها انا الشغل كله كايمة على التبرعات انا عاملة مبادرة اسمها عند الدلجوع عاملة وكبت غدا يومية في الشارع اي حد ماشي في الشارع بخش يتغد عندنا الحمد لله واستكمالنا للمبادرة بنوزع شنط تومينية شهرية الحمد لله رب العالمين وبنقدم لبس مدارس وبنقدم احزيزة وشنط وبنعمل احنا الحمد لله شغالين في كل حاجة اي حاجة ربنا بقدرنا عليها بنعملها الحمد لله رب العالمين الدكتورة شادية دكتورة شادية نائبة محترمة لها دور في مجلس النواب ومشاريع كتير قدمتها لكن النهاردة عاوزين نعرف انتباعها عن الحاجة عزيزة وجمعية احباب الكريم والله الحاجة عزيزة من زمان يعني جمعية احباب الكريم هي علامة الحقيقة ومن الناس اللي بتساعد الناس كتير قوي يعني هو قربها هي الشقة اللي تحرقت وفي حد حد يكلمني اسمها شادية في ارض عزيزة عزيزة وقلت لها على طول الحاجة عزيزة لان الحياة اي شقة محروقة حد عروسة عايزة تتجوز الكلام زي ده بيتكلمونا بقولهم نروح للحاجة عزيزة طبعا انا عندي مؤسسة بس لسة جديدة لكن هي يعني هي احباب الكريم دي يعني نقول احنا الحل عند السفير عزيزة هي سفيرة الخير الحياة سفيرة الخير وبتعمل باخلاص ولكن هي كل تبرعاتها وكل عملها قائم على التبرعات الاهالي والصديقات ومعرفها وليس لها اي دعم اساسي من اي مكان ثانيا كلمة بتقولها الحاجة عزيزة ام طبعا مفضيلة عليها طبعا كلمة بتقولها الحاجة عزيزة ام ام كلمة توجيها الحاجة عزيزة والله يا كثير ما ينفعش نقل عليها اي كلمة لان هي فوق كل كلمات اي كلمات اي كلمات اي كلمات اي كلمات نسمع منك كلمة الحاجة عزيزة حاجة فوق الاحترام وفوق الهدب يعني وربنا يجزيها كل خير إن شاء الله حليها بتعمل وعمل أمنا وربنا جزيها على كل خير بتعمل أمنا كلنا وأم الناس الغلابة كلها وربنا يا رب يخلال الغلابة وسعيدهم كمان وكمان يا رب يا إحنا من غيرها بجد مش هنعرف مش هاد فأقول لك نعم دي بصراحة ربنا يبارك فيها يا رب بجعلة نزال حسنا اشتركوا في القناة هنرحب طبعا بليد فتنة السيدة النائبة نشوة ديب حاجة طبعا منورانا على كل المشاهدين وعلى الحاجة عزيزة والإعلامي والقدير طبعا أنا عايز أقول حاجة شاهدتك طبعا الحاجة عزيزة طبعا مجروحة أنتوا بقالكم شغل كتير قوي مع بعض وهي طبعا بتعز طبعا حدتك فأقول لنا عن الحاجة عزيزة اللي الناس كتير قوي متعرفوش أولا الحاجة عزيزة هي كيان من الخير حد بيبحث عن أي حاجة يعمل عشان يتقرب لربنا في الحقيقة أنا عرفها من قبل الانتخابات بكتير ولمسة شغلها الحمد لله رب العالمين هي في تقدم كتير يعني كل سنة بتزيد عن السنة اللي قبلها شغلها متنوع قوي يعني تلاقي مثلا إحنا لما بدأت العمل في البدرومات لقيتها موجودة وسط العمل إحنا بنعمل تكفيف وإصلاح لعمارات وبلوكات متعددة في أرض عزيزة وبنان القرية فوجدناها الجزء اللي ملهوش فلوس في التمويل اللي بتعمل ده هي بتكمله وجدناها حريق بيحصل فوجدناها هي اللي بنخبط عليها في الحقيقة بتنجد الناس فتاخد الشقة من أولها لأخيرها تاخديها حاجة حاجة كده الصودة فجأة تلاقيها زي الفل بعد كده ومفروشة والناس مكرومة ومعمولة حتى ديكور لطيف وحاجات كتير تعدي على شرع المطار تحت الكبري هتلاقي مطبخ مفتوح طول اليوم أي حد وما بتسألش مين ولا جاي منين ولا بتاعشان يكل يعني المبادرة نفسها في حد ذاتها إنسانية قوي إن إنسان يوجد إطعام في أي مكان في أي وقت وأهل برحلة جاريت أتمنى طبعا إن شغل الحاجة عزيزة يبقى في الجمعيات كلها مش بس في أعمال الخير لا في التنمية ناخد من كلام حضرتك النائبة ناشوة ديب النائبة المحترمة النشيطة اللي لها دور ولها باح طويل في مبابا وأكيد هنعرف الحاجات اللي قدمتها للسيدات في مبابا وممكن للشباب والعائلات عندنا وقت عندنا وقت كتير إحنا عاوزين نسمع نسمع رأي الحاجة عزيزة في النائبة ومدى التعاون والدعم اللي حضرتك بتقدميه للحاجة عزيزة وأي حد بيحاولوا نعمل حاجة إيجابية في مبابا والله برضو أنا هقول برضو هتبقى شهدتي مدرحة لسيدة ناشوة ديب لإنها أنا باحتبارها أخت طبعاً لاش عرب ما بنرفعش على تلفون بالليل وبالنهار لأي مريض لأي ورق يتختم من أي جهة حكومية اللي ما بتنفذه فوراً وعمرها ما قفلت تلفونها مع حد أو مثلاً قلت لها عندي أي ظروف حالاً دلوقتي مريض في المستشفى كذا أبص لإيه راحت بنفسها الحمد لله مثلاً عمرها ما بعثتني الحد قدام ربنا لا لا ما أكون شهيد عمرها ما بعثتني الحد إحنا بعيد عن المجاملات لأ أولك بس حاكة إحنا بتتسابق في خير لأ إحنا عاوزين أنا ما بجملناش والله aradio حقيقة إحنا بالقول الحقيقة النائبة ناشوة فين من الكبري والنائبة ناشوة فين من مستشفى الحميات والنائبة ناشوة فين من الأرض عزيز عز ديبت أرض عزيز عز لا تتكلم عن نفسها لإنها عرف عملت إيه تعالي بقى الحميات معليش إذا أنا جايب لك ورأ انا جايب لك ورأ انا تجيب الحميات حميات طبعا في الحقيقة أهدرت تماما الأرض بقالها سنين طويلة عندنا 13 ونص فدان من تسابين للحشائش وغيره بدون استفادة منها الحميات نفسها محتاجة إلى أنها بالفعل تتطور أنا كنت مقدمة مشروع من فترة طويلة ولي دولة رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل بأن المنطقة دي بأكملها تتعامل مدينة طبية وبعدين عدت مرة تانية طبعا دي أنا أكتر من 11 مستشفى في هذا المكان فشوية خدمات قليلة ممكن تتحول المنطقة دي إلى مدينة طبية وبعدين طلبت بأن داخل المدينة الطبية بقى في مدينة مصغرة اللي هي جزئية الحميات مؤخرا الحمد لله وفقولي على تطوير الحميات هتعمل فيه مبنى رائع جدا للحميات نفسها مش بس هيطوروا اللي موجود لا أنت عارف حضرتك أحيانا البناء أحسن من التوضيب وعادة ومتطوير الشيء فهيعملوا بالفعل مبنى للحميات ختم وفق على مستشفى للأسنان دي أول مستشفى من بابل الأسنان مخصوصا من الأسنان مفيش في الجهزة كلها أسنان فيه أقسام للأسنان لكن مفيش حتى في الكاهرة فيه كلية الأسنان فيها جواها أقسام وغيره ولكن مفيش برضو مستشفى أسنان على ما أعلم كنت طالبة أن يتعمل مركز لكبار السن اللي هو أمراض كبار السن وده للأسف مساءلة مش عندنا تماما في مصر موجودة في كل العالم أن أمراض كبار السن بيبقى لها دكاترة معينين وشخصات معينة وحاجات كده فبالتالي كنت أتمنى أن يبقى فيه مركز لأمراض كبار السن كنت شغالة في وجود مركز للإدمان ضمن التكوينا اللي أنا كان نفسي بالفعل اللي تعمل وبالفعل وصلت إلى مرحلة التمويل ومع الدكتورة مع معالي الوزيرة التخطيط ولكن زميلة تانية خبطت على باب تاني وقدرت بالفعل أنها تجيب فلوس علشان يتعمل به هذا المكان مع أني كنت بالفعل خطوات كبيرة جدا في هذا الأمر ومن راح التعاون في آخر بس الحمد لله رب العالمين ده بالنسبة للحميات للجزء بتاع الحميات الحمد لله برضو في مبنى في البراجيل تابعة للإنبابة الجزء الخاص بإنبابة ده بنكلم على الصحة مهجور باله بتاع 17 سنة وكم قتيل اتحصل فيه جرائم أتله بتاعه مؤخرا برضو الحمد لله قدرت أن أخذ موافقات على أنه يتعمل عيادات للتأمين الصحي نحن نستقدر حضرتك تتحملينا شوية نحن في حلقة استثنائية ده لي يا شر المحترمة جمهورية إنبابة وشعب إنبابة النص الطيبين أطيب نفسي لإمكان عدد سكانهم تقريبا تلت المحافظة حوالي 3 مليون سكان إنبابة عاوزين نشوف إيه اللي تم في أرض عزيز عزة بعد ما الناس اترعبت منه في أرض عزيز عزة تسمح لي الجزئية الصعي أنا في أرض عزيز عزة أنا من 2005 لو حضرتك بس تشوف التقرير بتاعي ده أنا في الأصل الصحفية تقرير دوت من 2005 2005 وأنا متبنية نقضي مشكلة أرض عزيز عزة أنا أقل ما سيبقى موجودة أه طبعا وأنا صحفية وجبتي عدد كبير جدا من القنوات الفضائية نزلت وقنوات مصرية طبعا كلها علشان نعمل نوع من الضغط على المسؤولين في حماية الناس في أرض عزة حضرتك أن الموضوع ده من أيام من زمان من أيام السيد الرئيس مبارك أه طبعا نبال إيه للاسف للأسف وكانت أول أول طلب لي للمحافظ خالد العدلي وأول طلب للمحافظ اللي بعده كمال الدالي وطلبات كتيرة لكمال الدالي مع حفظ الألقاب وأول طلب أيضا للنوى أحمد راشد هو مسألة البدرومات الحقيقة الجميع كان يتعامل على أنها مسكنات معنا مدخل الدكتور شاحات أبو زيد رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان أهلا وسهلا بك دكتور أهلا 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 بيك أهلا بيك اللي هي الطبقة العريضة هناك في المنطقة بتتكلم عنها وربنا يكرمها إن شاء الله ومزيد من الرعاية الاجتماعية في المنطقة وبالمناسبة أنا بقول يا ريت يكون فيه برتكول تعاون بيننا وبين المنظمة ونتواصل مع الوزارة الاجتماعي علشان الجماعيات الأهلية والمجتمع المدني ده دور مهم جدا 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 بتساعد الدولة ومؤسسات الدولة في الكثير من الأعمال وبالطبع لازم يكون فيه طفرة لازم يكون فيه طفرة فأنا باقترح لازم يكون فيه تخطيط لتشغيل الشباب والعاطلين عن طريق الجماعيات الأهلية بالتكاتف مع وزارة التضامن الاجتماعي دي حضوطك رسالة للسيادة النائبة ناشوة للحاج عزيزة رسالتي للحاج عزيزة أنها تشكر جدا على المجهود الجميل ومزيد من التقدم ورسالة للنائبة على أنها تتبنى التفعيل الدائم في الجماعيات الأهلية والمجتمع المدني بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لعمل مشروعات انتاجية صغيرة لإستعاب البطالة ورعاية الشعب كما يجب وإحنا مش عاوزين شعارات إحنا عاوزين تنفيذ فحق الإنسان بتشمل حق التنمية والحق الاقتصادية والحق الاجتماعية نتمنى التوفيق إن شاء الله للحاج عزيزة وإن شاء الله نعمل مرتكول التعاون بيننا وبين المنظر شكرا دكتور شكرا جزيلا دكتور نكمل معاشات النائبة في البس تماما في أرض عزيزة عزت عشان أرد على سيادة المستشار في الحقيقة الحمد لله أنا وجدت أذن صاغية وإيد بتمدي بالفعل وحد عايز يحل المشكلة بتاعة أرض عزيزة عزت وبدرومات أرض عزيزة عزت ومش بس بدرومات أرض عزيزة عزت إحنا عندنا سبع بدرومات أخرى في بلوكات شارع المطار فإحنا عندنا عشرة في أرض عزيزة عزت وعندنا سبعة في شارع المطار في الحقيقة أنا ما وجدتش غير أذن صاغية وإيدين بتساعد ودراسة علمية قامت بيها كلية الهندسة ما لقيتش ده إلا بأمر من سيد اللواء أحمد رشد في الحقيقة الوحيد اللي ما دانيش مسكنات الوحيد اللي أمر بحل جزري للموضوع في الحقيقة لما الدراسة عملت كان المفروض ما يقرب من 32 مليون وكسر كبير شوائق يعني 300 ومش هارفة إيه حاجة كده ألف الرقم ده كان يخد أنا هوضب العشر ده كمان ده الدراسة دي كانت لأرض عزيزة عزت بس الدراسة التانية بتاعة شرع المطار كانت لسه إضافة مش أقل من 15 مليون كمان فخض بجد من الرقم لما أنا أبني أحسن ما أعمل ده كله لا أنا محتاج أن أنا أنظف المكان طهر المكان أول مكان كفاية كويس أنا مش محتاجة الرقم كله فلما قعدت مع سيادة المحافظة قال لي أحاول تساعديني في وجود في دوز بالفعل خبطت على جهات كتيرة منها الصندوق بتطوير العشوائيات وغيره وغيره لما وصلنا إلى وزارة التقديد بالفعل في الحقيقة يعني بسمن الاستجابة بتاعتها مع الوزير التقديد وبالفعل أمرت بإني يبقى فيه عشرة مليون خمسة مليون يتجابوا من المالية وخمسة مليون يتجابوا من صندوق المحافظة في الحقيقة هي استجابة لطلبي على الفور وبشكرها جدا على الهوى بجد شكرا معاني الوزيرة لإني كان أسرع طلب اتوافق علي زود عليها من يوم كمان سيادة المحافظ وبالتالي الفلوس اللي موجودة دي اللي بتتعامل بيها الشغل دلوقتي هي الفلوس اللي جبتها من وزارة التخطيط اللي قررتها وهتبقى لأرض عز عزة وأيضا لشرع المطار إن شاء الله للبدرومات نكمل محافظتك بعد ما نشوف تقرير الستة المنكوبة صاحبة الشقة وكلامة عن الحاجة نولا مبروك الأول تصابرين طبعا أنا قلبي معاكي على اللي حصل فعايزاكي تقولي وتقولي يعني الناس إيه اللي حصل بالزرع؟ اللي حصل أنا قاعدة فوق فنزلت أصلي صلاة الدف وبنات الكبار كانوا معايا رحني جبوا فطار يعني وفيه ثلاث بنات فوق قانون يمين على السرية منشفت منزلت لقيت الشقة كلها ولعة والباب وخلو فجيت بقى عطة أقولي جلانا استغيز إلحقوا البنات فوق الزغيرين تلعوا ربنا يخلوهم جلان يتلعوا جابوا البنات الزغيرة الشقة ولقيت المطافي جات ماسكى أرابة بقى الشقة بالعبش بالورق الاسمي وكل حاجة بقى باستحمد الله واشكر الله لربنا وقفل الحاجة عزيزة وأهل الخير ما سابونيش وعملوا لي شقتي وعملوا لي كل حاجة وأمر لحقوا الشقة زي؟ لحقوا الشقة المطافي بقوا جراني ورجالي البلدية كلهم بقوا يتصلوا بالمطافي وبقوا يجروا علي بقوا يطفوا جالي المطافي خمسة عربية وربنا ويفوا كل حاجة فوقه كل حاجة ربنا وأولياء الله الصالحين وربنا هو اللي عايز كده وهو اللي بيبني وربنا يكفيك شر المرض وكل الوايه بجنبه وساعدني يقعدوا في ميزان حسناته ووجه كلامي لده سحب فتاح السيسي بحييه وبقوله ربنا يكفيك شر المرض يا ريس ويقل من أمثالك وتعمر البلد ويوفقك في كل حاجة تعملها وأشكرك وأشكر رجال الإزاع والتلفزيون وأشكركم وأشكر كل الناس بكويسة قال الخير ما حقاكو عليك يا أمي الله يسترقوا تبدولي ايه بالحاجة عزيزة الحاجة عزيزة بحبها وربنا يرزوها بالزرعة للنبي ويعدي الله لبنتها وتشوف أحبادها ويبارك لها زي ما سطرتنا أنا وولادي الخمسة ما سبتنيش ليلو نهار بيتوقفة تيجي من بيتها تيجي عليك جبل أكل من جبها وبقت تصرف ورجل التابي اللي وقف ده برضو ما سبنيش ورئاس رئيس الحي برضو باشكر رئيس الحي والساد المحافظ ورجال البلدية كلهم وقفين معايا برضو ما سبونيش رجال الحي الحي ده بتعم بابا هو رئاس رئيس الحي وقف معاما على الحاجة هذا ما سبنيش ورئي رئيس البلدية ورئي رئيس الشرطة كلهم وقفوا معنا إيد واحد هل لك طلبات أو لك أي حاجة أنت عيدها أو محتاجها؟ اللي لجي طلبة من ربنا عمر قبل ما موت بس عمر أراح أزور حضرة النبي بس يجازيني بها ربنا من عالم إن شاء الله ربنا إن أوله إن شاء الله ربنا إن أوله إن شاء الله عمره إن شاء الله شوفنا التقرير وشوفنا الستة صاحبة الشقة وشوفنا هيا بتتكلم عن الحاجة عزيزة وبتتكلم عن الحي وعلى المجهودات السيد المحافظ والمسؤولين كلهم في الجزة وبتشكر النائبات اللي الموجودين في بابا عاوزين نعرف قصة الحريق وإزاي استجابت الحاجة عزيزة وتحركت إزاي مع فريق الفريق الانتحاري للمعاهظات جدا؟ والله إن الحمد لله يا رب أنا لما أي شقة تتولح في البيضة بتتكلموني على طول الحقيقة بسرعة في شقة تحركت في المكان الفريق يعني الحقيقة أسرع من المطافي فضل مع المطافي فعلت الفضل اللي ده الفضل ربنا أولاً وأخيراً والله فالحمد لله بنقوم بالبحث فوراً وحتى لو ما عناش فلوس بننزل بنعمل الحاجة ده عشان ننقذ الست والأسرة بحالها بنجيب الحاجة من التجار جاننا بالآجل ونهم إن أنا قاعدة ست في بيتها فالحمد لله قمنا بالبحث فوراً وربنا كرمنا وعملت للشقة وزالة بالكامل كهربة وسراميك كل حاجة والحمد لله ربنا كرمني برضو واحدة صحابيتي ربنا وسحها عليها يا رب جابت لهم الفرش بالكاميرا الحمد لله يا رب العالمين وإحنا شغالين ده بقتي ببك 57 برضو شقة محروقة إن شاء الله ربنا كرمنا نخلصها ونخشف شقة برضو ثلثة بحروقة برضو إن شاء الله إن شاء الله أنا عايز أقول لكم من جمال إن شاء الناس لما الجيران شابت قال إحنا نحرق إحنا عايزون نحرق إشواء بتاعتنا إحنا عايزون لحك في التقرير ما استيكتا صابرين قالتلي إن حدش من جيران ساعدها أكتر من حضرتك إحنا معانا مدخلة من بابة الحاج سمير يا أهلا وسلم بك يا فن أهلا وسلم بك يا حاج سمير يا أهلا وسلم بك إه كلمة بتقولها الحاجة عزيزة وللنقبة ناشفاء ديب والله يا أنا عايز أقول لك على حاجة إحنا بنتمنى أن بابة كلها تبقى الأستاذة ناشفاء ديب والحاجة عزيزة أبعليم بالخير اللي بيعملوه الأستاذة ناشفاء ديب ما بتكلش ولا تمل في خدمة أهلا بابة. ليل ومهار سمرة جمالة والحاجة العزيزة ربنا يخليها للغلابة وانا متقال اتخلي كل بتوع انضمي ولا افش شوها دلوقتي حد عالله دي معه الخير وربنا يا رب يباريك لازده حيث اوف اولاده بالله ارتمله مع الناس الغلابه ربنا خليك يا رب اساس سمير بجد ربنا يكرمك انت كمان موجود دايما وسط الناس ربنا يكرمك يا رب والنعيم ارتحتنا بقى المحترمة دي اي كلام مش ينفع يتعلق معها يعني يا حاج سمير يعني يا حاج سمير يا حاج سمير ليل ونهار في اي وقت بنقتصل بتلفي في اي مشكلة في السابة بتتلفي الاستاذة ناشوة دي بموجود يا حاج سمير انا اعاوز اسألك سؤال صريح لو الحاجة لو الاستاذة ناشوة قدمت في الدورة الجهة تنتخبها رقب واحد رقب واحد وقتلنا رقب واحد عارف ليه؟ ليه؟ ما في مكان بروحه في البابة اللي ما بلاها ناشوة دي موجودة فيه الله يخليك ودي امانة على فكرة انا انا اتصرف سعيد ابتعامي بس انا بقولك بصراحة استاذة ناشوة ديب ست هو الواصف موجودة في كل حدث الله يبارك لك الله يخليك طبعا دول اهالينا ولازم كل موجودنا كل خير وبالنسبة لي الاستاذة ناشوة ديب رقب واحد والحاجة عزيزة الحاجة عزيزة دي نمبر واحد صحيحة وفاولادة اللي تنميهم عالناس الغلاثة ربنا يكلمك ربنا يكلمك ربنا يجزيك كل خير شكرا يا حاجة سمير الله يكلمك نرجع بقى النائبة الجميلة لكل انشطة وحيوية الله يخليك يا عزيزة دخلت صفح الحاجة اللي قد فيه كتير قوي انشطة كميلة اللي حاجة بداخلها فيها ما شاء الله حاجة كلميني على تثبيت تلات تلاف متين تسعة واربعين تسعة وعشرين تسعة وعشرين عفوا يعني موظف حاجة يعني اداريا في التعليم الجيزة بس يا عبتي دول في 2011 كان فيه عقود كتير قوة عملات في الصحة وفي التعليم وفي غير وغيره لكن للأسف عقود وباقي تعقود الناس دي عمق وقفة على السلم كده هلا فوق قادرين يوصلوا ولا قادرين يرجعوا ومش قادرين يسيبوا الشغل بتاعهم تمام يعني في الحقيقة انا تبنيت القضية بتاعتهم لما على مدى ما يقرب من سنتين او ربما فاقت السنتين كمان في حل مشكلته مشكلة في الحقيقة فندم ما كانتش ابدا بقرار سيادي ولا قرار من المسؤول ولا غيره المشكلة تماما انا لما روحت التنظيم والإدارة كان ايامها الدكتور جميل فقلت له انا عايزة اثبت كذا قال لي موافق وادق مضيتش طبعا فرحت قوي اني مفيش مشكلة اهلا ومقال لي اين مشكلة جماعة وجدت المشكلة الحقيقية في الموظف اللي تحت بالإداريات تحت اللي مفيش ورقة قال لي هتيلي بس البيانات سليمة سدقيني سنتين بقيت اروح عشرين إدارة قاعد كده جم الموظف وبقيت اعرف حاجات انا ما عرفهاش مش عارفة استمارة خمسة واستمارة كذا واستمارة كذا علشان التعينات دي وبعدين تيجي الاوراق غلط لدرجة ان انا سنب حالها كل ادارة جايبة الورق بشكل مختلف عن التاني فاضطريت ان انا اجمعهم كلهم ودي كانت اول مرة حدث يحصل ده النائب يجيب كل الادارات على مستوى محافظة ويقعد معاهم في مصرح السعادية كل الشكر بجد للدكتور خالد حجازي اللي هو بالفعل كان ظهر بالنسباني ويساعدني في اني احل الاشاك طبعا وكيل الوزارة التعريبية يعني مش كلا كلها كانت في الادارة كانت في الادارات وعند الموظفين الصغيرين اللي ما بيجيبوش الاولاد سليمة سنتين واحنا بنحارب في هذا الامر لغاية والله الحمد نزل القرار بالتثبيت من بعد ما الورق استكمل لما راحت للوزارة المالية عايز اقولك في وزارة المالية وشكرا معا للوزير المالية محمد معيد يومين طبعا انا مدخلة من الحج درويش سيد احمد درويش اهلا وسهلا بيك سيد احمد اهلا وسهلا بيك فاندي احنا معنا النائبة ناشوة الديب والاستاذة الحج عزيزة عبدالعليم اهلا وسهلا نتفاضل كلمة بتقولها للحج عزيزة اه؟ الحج عزيزة كلمة بتقولها للحج عزيزة وعلى مجهوداتها في مبابا والله الحج عزيزة اخت فاضلة ووليها يعني شايفها شغلها على اكمل وقت بتساعد الناس وما بتخليش على جهدها جاد فاحنا من خلال البرنامج ومن خلال حضراتكم بنقدم لها الشكر على اللي هي بتقدمه اتجاهها اهل مبابا وسيدة الفاضلة ناشوة ديب برضو اخت عزيزة وفاضلة وبردو ما بتخليش في جهدها جاد واللي بتطلبها بالليلة بالنهار بتلقوها فربنا يبارك لنا فيهم يا رب سيد احمد اللي تم اختيار الحج عزيزة كافضل شخصية خدمية في مبابا السنة دي واحنا هنديها درع النهاردة المنظمة الوطنية الدولية بتكرمها واهل مبابا بكرموها والنائبات بكرموها والله يا فندم هي مجهودتها اللي ديتها الدرع لان هي ما بتخليش على جهدها جهد فهي كل واحد بعمله بيمتاز بعمله وهي تتهل اكتر من كده بصراحة شكرا جزيلا يا صلاح نرجع لحج عزيزة انت التمويل والشغل والدنيا دي شغالة زي والله الموضوع كله ان هو اهل الخير يعني انا بسعى وباشقى دايما عشان اجمع الحاجة دي والحمد لله رب ترامين ربنا بيزعنيش يعني وبجمع القد ما بقدر وبنساعد الناس كله الحمد لله يعني احنا دلوقتي نقول لو احنا في حد من اهل الخير عاوز يساعد مع الحاجة عزيزة في المشاريع بيتواصل ازاي ويتتواصل بركم تليفون الجامعية طبعا في اصالات وفي جامعية مشاهرة تب ايه اللي ممكن تيم اليام اللي جاية دية تحضاتك في مبابا عاوزة تعمليها في مبابا انت شايفة نائبة مخترمة وشايفة نائب محافظ نائبة المحافظ كانت معاك بالكرمك والاستاذ وسامة السعان كانت بكرمك طبعا تساعد والاستاذ وسامة السعان بصراحة يعني مش قادرة اقولك رجل محترم قد ايه وبشكر جدا اخويا يعني وعشرة عمري الاستاذ محمد نور استاذ ميلاد ابو ذكر ولاستاذ ده ميلاد ابو ذكر ده ايه ابن اه 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 دكتورة هند بصراحة انا مش عارف أقول لهم ايه بصراحة ربنا على حبهم الاحباب الكريم ودايما وقفين جنب الاحباب الكريم الحمد الله رب على منه الخطة بقى اللي انا بفكر فيها ان شاء الله للفترة اللي جاية ديت ان احنا البيوت كلها بتاعت انبابة تلتة ربعها مهلوكين جدا الناس عايشة تحت الارض الناس عايشة ومش عايشة انا مش عاجبني الموضوع ده انا نفس اليوم بجنبي عشان اقدر ما خليش بيت بويز ولا خلي حد معا اي مشكلة حلاة بفضل الله سبحانه وتعالى داخل البيوت طب احنا عوزين نقول حاجة في ظل اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرى الاكثر احتياجا بالملف العشوائيات بالملف العشوائيات احنا عاوزين الكصة دي عاوزين نختنمها يعني السيد الرئيس مهتم بالتشغيل مصانع العطلال السيد الرئيس مهتم بالعشوائيات السيد الرئيس مهتم بالتطوير يعني عاوزين نقلنا نقلة تانية صحيح احنا لازم برضو احنا برضو بنساعده يعني كل واحد فينا كل واحد في منطيط أو كل واحد في شرعة أو يعني على قد ما يقدر كله ده بتساعد بعض عشان نساعد بلدنا فنفس الناس كلها تساعد بعضها عشان برضو ما نقولش كل حاجة هنقول إيه البلد أو الرئيس الرئيس الحاجة عزيزة كاتطلعت معنا في البرنامج وقالت إن النفسي هتقابل السيدة الرئيسة عبد الفتاح أنا نفسي خديني معاك طبعا أكيد بننتهز الفرصة يعني على الأقل خلاص يبقى لقى تكريم في مجلس النواة تستاهل الخير كله بجد وتنور لنجلس طبعا إن شاء الله فينا إن احنا نستقبلها ونكرمها طبعا نقول ده وعد إن الحاجة عزيزة تبقى قريبا إن شاء الله إن شاء الله نستاهل الخير كل أنا كنت عايزين كنت حاجة طبعا متابعة في آخر مشكلة طبعا الصرف الصحي اللي كانت مشكلة كبيرة وكان طبعا ما حريك أستاذ أسامة السقعين ورئيس الحي وكان طبعا ما حريك أستاذ رمضان عمره نائب رئيس القطاع فالمشكلة وصلت ومعانا اللي هو تامرة منك في الحقيقة فيه طفرة جميلة حصلة عند المسؤولين المسؤولين ينزلوا الشارع المسؤولين بيعود للصبح معانا في الشارع ما بقاش المسؤول اللي قاعد في برج عاجي كده فوق وملوش دعوة بالناس التكيب بقى وقادة مكتب لا 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 بقوا موجودين في الشارع تلاقي رئيس الحي بيجري تلاقي السكرتير العام موجود رئيس المدينة موجود المحافظ نفسه موجود في الشارع وسط الناس وسط الحريق وسط الميا والله أنا لما حصلت المشكلة بتاعة المسؤولة رقم 200 بوصة كبيرة بتغز المنطقة واللي حواليها بشكل رهيب لما حصلت حصلت الأسف حواليه تلات مرات ورا بعدها وريبين يعني في أسبوع واحد أكتر من مرة ولا الحمد قدرت بالفعل وسيابة المحافظ طبعا أمر بأن المسؤولة دي لازم تتغير ولما طلبنا منه ده وأنا روح تقبلت رئيس الشركة قال لي فورا وسيابة المحافظ أرضا أمر بالتغيير على طول هو أحد أحد أخريك أن حقيقة المكان اللي بتنزلي فيه بيبقى المشكلة تحلت جذريا وفوقت تياسي صغير وفي الحقيقة أنا بجد ربنا عحبا الفترة دي اللي أنا موجودة فيها أن فيه الناس بتفكر في الحلول زي بتفكروا بشكل جذري يعني البدرومات بشكل جذري دي وقت تتنحل معانا للفنانة القديرة مديحة حمدي كانت تشارك حضرتك وتشارك الحجة عزيزة وتشارك الست صاحبة الشقة اللي تحرقت برحتها ياريت نشوف الفنانة القديرة مديحة حمدي ورسالتها وهي موجودة في تجهيز الشقة وفرشها للست اللي نقوم اسمع شعور وخواطر الفنانة الجميلة اللي جات من آخر الدنيا عشان تشارك النهاردة في عادة البسمة للست صاحبة الشقة المنكوبة بالتعاون مع جميلة أحوال الكريم أهلا أنسينا بك يا فنانة أنا مبسوطة جداً أنه يعني الدل على الخير كفاعله والأجر هتاخده الحجة عزيزة إن شاء الله لأنها كانت سبب وراء أن أنا أجي وأدخل السرورة على قلوب يعني ناس أنا بحبهم السكن بعيد لكن القلوب متقابلة يعني أنا والحجة عزيزة يمكن لقاءاتنا قليلة لكن قلوبنا متجاوبة جداً وأروحنا مع بعض ست نفتخر بيها لأنها فعلت خير حقيقة ومش بتاعت يعني لا فعلة فعلة صبرية برضو كل إنسان ليه من اسمه نصيب يمكن ربنا امتحنها لما صبرت على الفجاعة دي أو الحريق ده وربنا وقف لها برضو وولاد الحجة كله بأمر الله سبحانه وتعالى إحنا إلا إيد ويعني الحجة عزيزة من سطر مسلمة سطرها والله يوم القيامة من أدخل السرور على قلبه مسلم إن شاء الله السرور حيدخل قلوبنا على طول أنا مش عارف أقول إيه غير إنها جماعة العمل التطوعي والعمل الاجتماعي مؤثر وقت مطلوب في دلوقتي مش كله يعني نرتكن على المؤسسات الحكومية لأنه المسألة متوزعة ما بين المؤسسة الحكومية ورجال الأعمال والمجتمع المدني دلع التالت وده دلع هام جدا ومهم لأنه إحنا بنبقى في وسط الناس حاسين بيهم أكتر على قد ما بنقدر حتى لو كنا إيد بتناول لكنهم ربنا بيجي عن الأسباب فأنا أنا اللي بشكرك وبتمنى أن العمل جدا يظل يعني إن شاء الله متواصل ومتتابع ونحتفل مش بس بالفواجة نحتفل بالأفراح وبالشباب اللي تخرجوا وبالشباب اللي بيتجوزوا وبالشباب اللي بيخترعوا يبقى العمل أوسع كده إن شاء الله بإذن الله أنا شايف الأستاذة والفنانة المحترمة بنت البلد برغم المسافة جاءت عشان تشارك في عادة البسمة وتتعاون مع الحاجة عزيزة جمعية أحباب الكريم بنشوف كلام طلع من القلب بنشوف رسالة بتوجهها الفنانة المحترمة للناس والجمعيات المجتمع المدني إن هو بيسام في بناء البلد السيد الرئيس عفتاح السيسي بينادم كل الناس تشاركوا في بناء بلدنا وإحنا ياجب علينا وفرض علينا وإحنا شايفين الحرب اللي شغالة من القنوات والفضائيات اللي بتهاجم بلدنا وبتحاول نهاية تنلمينها وتنلمين استقرارها أنا بقولي الفنانة المحترمة بقولها شكرا لحضرتك وشكرا على وجودك النهار طبعا نحن بنتابع وشغل على أرض الواقع وشغل المجتمع المدني وتوجهات الدولة ونائبات ويمكن السيدة النائبة المحترمة بتتكلم عن المحافظ وعن الكادات التنفيذية لموجودة هدلوقتي إن محدث بقى بقى في المكاتب في التكييف وقاعد يتابع عن طريق صفحات الفيس والتليفونات لا بقى كله بينزل ودوقتي كله خايف لأن المكان دوقتي مفيش حد بعيد عن المساعدة دبعا كله بيتحاسب في عهد السيد الرئيس عبد الفتا عزيزي وأنا بقوله هو كله بيتحاسب الأسبوع اللي فات كنا احنا جيبنا اتكلمنا عن شركة مصر اتفو للوب الورق والطباعة وكان فيه استجابة وكان فيه توجهات وكان فيه اجتماع مع رئيس الشركة القبضة واجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام واتكلموا بخصوص الكيمة المضافة وأكيد إن شاء الله مشكلة شركة الورق في إينا وشركة مصر اتفو في طريقهم للحل ونرجع للحاجة عزيزة ونقول ايه الجديد اللي في جعبة الحاجة عزيزة تقدمها للشباب والله بالنسبة للشباب يعني موضوع الشغل ده مهم جدا جدا إن شاء الله ربنا يا كريم يا رب معانا نشاء الله نفسي ربنا قدرنا كده إن شاء الله في خلال السنة اللي جاء دي ما نلاقيش حد ما بيشتغلش نحل مشكلة لكل شاب مش لايه شغل وبنحاول نحلها الحمد لله رب العالمين يعني بفتح مشاريع أي شاب في المنطقة عنده ظروف ما عنده ظروف مش لايه شغل بنحاول أعمل له مشروع صغيرة على قد حاله كده على قد مجهود الجامعية يعني أما بالنسبة بقى للمشاريع الكبيرة بتاعة الشغل بالعدد ده شغلهم هم بقى يوا في الحقيقة مثالة الشغل الحمد لله رب العالمين إن البلد تتحطط على الطريق السليم اقتصاديا مشروعات متعددة يعني مؤخرا كان فيه إعلان عن مشروع الصين استثمارات الصينية اللي هتبتدي تشتغل في مصر اللي هتشغل أكتر من 16 ألف مواطن في مجموعة من الشركات اللي هتبقى تنتج القماش والوغير في الحقيقة كمان عودة قرار السيد الرئيس اللي احنا كنا بنتمناه من زمان بصراحة واتأخر شوية لإعادة تشغيل المصانع أنا شخصيا أكتر من مرة ثلاثة على التلفزيون بقول يا رئيس إحنا مستعدين زي ما اطلع كده المليارات لقناة السويس ها نطلع ونطلع برضو مليارات أخرى عشان نشغل مصانعنا اللي اتقفلت من سنين طويلة احنا معنا لقطة في جبابة أطفال على العربية مستنقل ومراحلين المدارس أنا عوز حدودك تشوف اللقطة دي يريت الزملاء في الكنترول يورونا الصورة دي شايف حدودك؟ طبعا دي مؤسفة طبعا أنا عوز تعلي حدودك على لقطة دي أنا بأسف طبعا أن أنا بشوف صورة بالشكل دا لأن دي خطر جدا على الأطفال ويحاسب فيها اللساء العربية ويحاسب فيها كل إنسان شاف المنظر دا وما تحركش إزاي أصلا يكون موجودة في الحقيقة؟ احنا معنا درع تكريم للحاجة عزيزة أكيد حضرتك هنقدم هنقدم درع تكريم للحاجة في حالاتنا النهاردة بس أنا أعيز أقول لحضرتك المشروعات التنمية الخاصة بالشباب في الحقيقة صدوة الاجتماعي أين بدور رائع جدا جدا في توفير المشروعات الصغيرة أنا شخصيا عندي برضو مؤسسة بس أنا بشتغل في المشروعات وفي التنمية بشتغل مع ألفين سيدة وعملت عدد كبير جدا من المشروعات الصغيرة للسيدات بنعلمهم الأول مهنة بنمحي أميتهم بنعمل لهم تأمين صحي واجتماعي وبنوب كتيرة في الحياة بتمدي الإيدي حاجة عزيزة برضي ريت حضرتك معنا في دا يعني بنكي مثلا فيصل في الحياة شكرا له سعيدنا كتير إن هو يدينا لمشروعات صغيرة خمس تلاف لكل سيدة اتعلمت الخياطة مثلا عندي مؤخرا بنعمل مشروع كبير شوية هيشغل ستين سيدة مجمع بمشاريع صغيرة يعني بنحاول بقدر إمكان إن إحنا نفتح باب رزق للناس كتير جدا الناس بنشغالها في مصانع بندربها على حرف بنغير بنواقع سيدة في دربة للمرأة المعيلة مش بس بتقدم خير ومساعدات لا فيه عند دا مشروعات صغيرة على قد ما بتقدر زي ما بتقول بس في جهات تانية ممكن نخبط عليها حاجة عزيزة يعني صندوق الاجتماعي موجود البنوك اللي بتدور على أي أماكن كتيرة وشركات كتيرة بتدور على الشخص أو الجمعية أو اليسق فيها علشان يقدموا تبرعات من عندهم لإقامة مشروعات صغيرة أنا نفسي كمان المشروعات تبقى مش مشروعاته بس صغيرة كل واحد لوحد أنا نفسي نبقى عندنا المشروعات المغزية نبقى منطقة معينة بتغزي في شركة كذا ومصنع كذا يبقى الصناعات المغزية للصناعات الكبرى وهكذا يعني أنا فاكرة في يوم من الأيام قريت إن أحد الموبايلات المشهورة أوي في الفترة السابقة في الزمان اللي اتعملتها قارية فإحنا نفسينا نبقى كده فإحنا عاوزين ساعتين ثلاثة معاك ومع الحاجة عزيزة مش هبقى بديها قبل ما نختم البرنامج عاوزين نكرم الحاجة عزيزة درع كأفضل شخصية 2019 في مبابا السيادة النائبة هتقدم الدرع طبعا حبيبتي هتقدم الدرع للحاجة عزيزة ألف مامروك يا حبيب عزيزة نستحني كل الأفتر من كده طبعا من زيون مغروف دي أقل حاجة ليكي والكرم الأكبر هو دعوة الناس الغلابة الحاجة عزيزة وردة ربنا عليكي هو أهم حاجة كلنا في النهاية برنامجنا النهاردة بنجدد التحية ونجدد شكر للسيادة النائبة على حضورها معنا النهاردة الحاجة عزيزة ده كان أهل شيء أن أنا أجيب نفسي أكرم أخط عزيزة زميل في الإعلامية المحترمة هدير شكرا لك وعلى وعد بلقاء متجدد إن شاء الله مع قلوب مصرية صوت الوطن والمواطن خالص تحياتنا محمود عود وهدير معروف ترجمة نانسي قنقر